وفي قطاع غزة وميدانياً قال مسعفون أن 30 فلسطيني قتلوا على الأقل نتيجة قصف إسرائيلي استهدف شمال القطاع وفي التفاصيل قتل ثمانية من الضحايا في ضربة على منطقة السلاطين في بيت لاهي شمال غزة وتقع المنطقة بالقرب من المكان الذي قال مسعفون أن 93 شخصاً على الأقل قتلوا أو فقدوا يوم الثلاثاء إثر غارة إسرائيلية وصفتها واشنطن بأنها مروعة